اهلا بحضراتكم في هذه التغطية اثارت خطة رئيس وذراء بريطانيا ريش السوناك لخفض معدلات الهجرة للمملكة المتحدة جدلا بين رموز حزب المحافظي وتسببت في شروخ داخل حكومته اعتراضا على القرارات التي دفعت وزير للاستقالة ووصفها اخر بغير الاخلاقية وسط شبهات لانتهاكات حقوق الانسان وقال وزير الدخلية البريطاني جيمس كيلفرلي ان الخطة تهدف للحد من اساية استخدام نظام الهجرة في المملكة المتحدة ما سيحقق اكبر انخفاض في المعدلات المستمرة في الارتفاع وقال كيلفرلي من الواضح ان نصاف الهجرة لا يزال مرتفعا للغاية فمن خلال مغادرة الاتحاد الاوروبي اكتسبنا السيطرة على من يمكنه القدوم الى المملكة المتحدة ولكن لابد من بذل المزيد من الجهود لخفض هذه الاعداد حتى لا يتم تقويد العمال البريطانيين ووضع خدماتنا العامة تحت ضغط اقل واضف ان خطته الجديدة ستحقق اكبر انخفاض على الاطلاق في صاف معدلات الهجرة وتابع هذا يعني ان حوالي 300 الف شخص جاءوا الى المملكة المتحدة العام الماضي لن يتمكنوا من القيام بذلك وتابع ان يأتخذ اجراءات حاسمة لوقف الارتفاع الكبير في مسارات تأشيرات العمل لدينا واتخاذ اجراءات سريمة ضد اولئك الذين يسعون للاستفادة من قرم ضيافتنا وتهدف الخطة البريطانية الى خفض عدد المهاجرين بالمملكة المتحدة بمقدار 300 الف سنويا الا ان الجزء المثير للجدل هو التهديد بتقسيم العائلات التي تعيش بالفعل في بريطانيا حيث قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني داونانجستريت ان البريطانيين يمكنهم رؤية شركائهم وازواجهم الاجانب الذين سيطلب منهم مغادرة البلاد حتى الوقت الذي سيحين فيه تجديد تأشيراتهم اذا لم تكسب الاسرة 38700 جنيه استرليني وهي زيادة كبيرة عن الرقم الحالي البالغ 18600 جنيه استرليني وما تم وصفه بانه ضريبة على الحب وقال جيفن بارويل وزير حزب المحافظين السابق انه من الخطأ الاخلاقي وغير المحافظ القول ان الاغنياء فقط هم الذين يمكنهم الوقوع في الحب والزواج من شخص ما ثم احضره الى مملكة المتحدة ايضا ردا على سؤال عما اذا كان سيتم تطبيقه على الشركاء والازواج عندما يأتون لتجديد تأشيراتهم قال داونانجستريت ان التغيير ليس باثر رجعي ولكنه سينطبق على التجديدات في المستقبل وفي تلك المرحلة يتوقع من الاشخاص استفاء متطلبات التأشيرة اليوم واضاف المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء البريطاني لدى الاشخاص دائما مدة زمنية محددة للحصول على تأشيرتهم وسيدركون في نهاية وقت التأشيرة انه ليس لديهم ضمان بانهم سيبقون بوضوح في البلاد مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون بيوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم